خليني ألخص حالة آيتين آيتين ممثلة موهوبة آيتين لسه عامنا دور كويس جدا في رمضان اللي فات آيتين متزوجة وأم للطفلين آيتين في مرحلة رجيم معلن أمام الناس خطوة بخطوة صح كده؟ يعني عندك إضافات يا نادة دي في حاجة؟ لا خالص دي أهم حاجة في الحياة دلوقتي آه بالنسبة لي دلوقتي عايزة أسألك عن دورك في مسلسل أيوب في رمضان يا آيتين أنت عامتلي دور بجد هايل؟ أنا أصلا كنت خايفة عمل الدور ده في الأول لأن أنا أبقى ما أبقى ليش كتير بشتغل بس عمري ما عملت شخصية سلبية قوي كده وشريرة وصورة قزرة قوي كده يعني شخصية بجد سماح يعني شنيعة بشعة يعني شخصية أنا وأنا بقراها قلتوا يا جماعة أنا يعني علشان أعمل دور لازم على الأقل أكون حباة يعني عشان أعرف أعمله لازم أكون حباة أنا مش عارف أحبها كريهة كريهة سماحني كريهة كريهة فعلا واعتذرت عن المسلسل نظرة لأن خايفة من رد فعل الناس أنا لما بمشي في الشارع الحمد لله المامي بتحباني الجدة بتحباني الطفلة بتسلم عليها بتبقى عارفاني وبتتحكفوه شيء قول ما بتشوفني مش عايز أخسر دول دول أهم حاجة عندي في الدنيا حب الناس دي والشريحة دي يعني أحسن حاجة عندي في الدنيا أنا كان ممكن جدا ألعب على شريحة إن أنا أبقى الفيدات اللي كل الولاد بيموتوا فيها فشخصية سماح دي أنا عشان عارف إن إحنا شعبو طيب جدا فكنت خايفة قوي إن الناس تتفاعل معاها ويكرهوني بجد أنا كقايتم في الحقيقة فقلت لهم يا جماعة مش لعبة أنا مش عايزة الدور دا فلاقيت أستاذ أحمد صالح وبشير المؤلف يقولوني تي مجنونة الدور دا ما يجيش من ممثلة وتعتذر عنه إلا إذا كانت ممثلة خايبة فدخلوا لي بقى من حتة التحدي اللي هو أتحدي نفسك أعملي الدور من غير مناستك راهك وفي نفس الوقت تقدمي شخصية مش أي حد يقدر يعملها فأخدت التحدي وأخدت الرزق وقلت يلا على الله بقى أنت أخدت كذا تكريم على الدور دا مش بس في المهرجانات الفضائيات العربية كان فيه سفتاءات كتير قوي بس دا كان أول تكريم تقريبا فعلي أروحه بنفسي إنما كان فيه رد فعلي إيجابي جدا للدور ومن بعد الدور دا خلاص أنت بقى خلاص ولدتي وتشغلتي في البيت بالضبط اه 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 اه